حضراتكم طبعا من أساطير النادي الأهلي إن النادي الأهلي هو اللي بيكتب تاريخ كل واحد فينا والنادي الأهلي بيكتب تاريخ كل مدير فني بيكون متواجد في النادي الأهلي على مر العصور الحقيقة يعني اللعيب قد يضيف بعض الإضافات لكن الإضافة الكبيرة دايما النادي الأهلي هو ليه البصمة على اللاعبين والبصمة على المدربين تقريبا كل المدربين اللي حضروا النادي الأهلي حققوا نجحات كبيرة جدا وكان الـ CV كمان بتاعهم بيعلى يعني مسماني على سبيل المثال وجوده النادي الأهلي والبطولات اللي خدها أسهمه عالية جدا والسي بي بتاعه بقى سي بي محترم وبالتالي كان ليه فرص للانتقال للدوري السعودي كمان عندنا صورة جميلة أو الحقيقة كمان كولر بيحتفل بعدد الفولوورز اللي عنده على انستجرام أعتقد وصل لمليون والراجل بيرجع دوة الحقيقة لشعبية النادي الأهلي كلهم جمهور النادي الأهلي وصل لمليون دو بيحتفل بيقول بيشكر مليون فولوورز عنده على اعتقد الانستجرام ده كمان خد بالك من الصورة التانية هاني اللي هو صورة ثلاث مرات أو ثلاث لقطات طبعا هم بيعمل كده للجمهور النادي الأهلي طبعا بيحييهم فولوورز دولة جمهور النادي الأهلي الكبير يعني ولسه ولسه وبعدين عايز أقول لك حاجة مهمة جدا هو قال كده على فكرة يعني رساله في الفيديو قال كده قال بيشكر جمهور النادي الأهلي وصولي للمليون ده يعني التاريخ يا هاني ما بيقولش إيه ده كان فيه مدرب كويس كذا 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 إنما دايما للإنجازات الراجل صاحب الإنجازات لعيب أو مدرب هو اللي بيبصم في صفحة التاريخ صحيح